لو سألتك مين هو أمكر لعيب كرة قدم تعرفه أمكر مش أفضل أنا عارف توع ميسي ورونالدو هيدرابونا بالنار دلوقتي هتقول لي ده ممكن أو ده يجوز أو ده يستاهل بصراحة مش يمكن ده هتزارش اسمح لأقولك إنك فايتك كتير يا بيت في وجهة نظري الشخصية أمكر لعب كرة قدم هو يوسف الثني يعني هو يعجوب طبعاً ده غير فصل ابو اثنين لأن فيه ناس بتلقبط بينهم أكتر لاعب عربي ومش هبالغ لو قلت عالمي أندر ريتد أو مش واخد حق أزوي سبيك جيل ميسي ورونالدو بيشتما أنا عارف بصوا شباب بعيداً عن المهارات والمراوهة واحد لواحد والأسستات والثرو باس وانت وضميرك اللي كان بيعملها يوسف يقدر أصلاً شوف فيديوهاته يعني الراجل كان بيرقص بدماغه المميز في الراجل ده إنه هو كان بيسيطر على الخصم ذهنياً قبل ما يلبسه أو الله يعني بيأخذ الأمور كده بشخصانة كروية مع المدافع وحس كده أنه هو بيهين اللعب اللي بيعد منه ويعلم عليه يعني شوف 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 بسم الله عليك فضيع فضيع الفيلسوف بو يعجوب يعني أنا شخصان والله يخاف عدي من جام وكده في الشارع يوم واخدني واحدة موقعني الواحد كان بيتفرج زمان على الهلال مخصوص عشان يشوف يوسف التنية يعني بمناسبة المباراة الأولى للمنتخب السعودي في كاس العالم في خاطر يوم الثلاثة القادم مع الأرجنتين أسطور يا رب أسطور يا رب يا ميسي أخر بطولة لي وهيدور الضرب في الجميع يعني جاء على بالنا كده العظيم يوسف السنيان وقلنا يعني نحييه بهذه الفيديو البسار لو أنت رايح كاس العالم سواء كنت صحفي أو مشجع عادي ممكن تبقى أول واحد يعمل بس مباشر للحصريات والكواليس اللي هي الكاميرا ما بتضيبهاش يعني مش كل حاجة بتتزعف التلفزيون نزل تطبيق بورت مي حدد موقعك وظهر على الخريطة وانشر فيديو قصير أو صورة للمكان المميز أو اللحظة المميزة اللي انت فيها واستقبل بقى طلبات البس المباشر من أي مستخدم لبورت مي وخليك عين للعالم على قطر وطبعا بتوفيق لجميع الفرقة العربية المشاركة اه شخصيا بشجع انجلترا بصراحة يعني يوم ما احتلونا وطلعوا عين أبونا بس انا وحب الفرقة بتاعتي اشتركوا في القناة